اشتركوا في القناة في مملكة البحرين وآليات مواجهتها والتي ينظمها الحرس الملكي بالتعاون مع المعهد الأوروبي للدراسات الأمنية وفي بداية المحاضرة أعرب سعادة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية عن اعتزازه وامتنانه بمسيرة وسيرة قوة دفاع البحرين الباسلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه مضيفا بأنه على مدار نصف قرن تشكل قوة الدفاع النموذج في الكفاءة والاقتدار والتطوير والمثل في البطولة والفداء في إطار أداء رسالتها النبيلة وقيمها الأصيلة وهذه القوة تؤدي دورها الوطني بكل عزيمة وعطاء وتسهم في دعم ركائز الأمن والسلام الإقليمي بفضل التوجيهات الملكية السامية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء وجهود صاحب المعالي المشر الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وإسهامات كافة القيادات والمنتسبين وخلال المحاضرة أكد سعادته أن مملكة البحرين لديها منظومة ناجحة ومتكاملة في مكافحة التطرف والإرهاب وأن المملكة تمثل نموذجا دوليا في مواجهة الإرهاب بأشكاله المختلفة في حين أوضح أن خطر الإرهاب يعد من أهم التحديات الأمنية التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع فرغم جهود معظم دول المنطقة لمواجهة هذه الآفة سواء على المستوى الوطني أم الجماعي وتحقيق نجاحات مهمة في هذا الشأن لكن ما زالت هناك صعوبات حقيقية تكتنف تلك المواجهة لسيما في مجالات الفكر والرعاية والآليات